اشتركوا في القناة لكن دعنا نتكلم من وصبات البداية كبداية الشاشة تأتي لك بفئتين في فئة ستكون 27 انش هذه اللي موجودة عندي وفي فئة ثانية أقل منها ستكون 21 انش 21 انش ستكون 4K 27 انش ستكون 5K فيها سبيكر بلتن من تحت سبيكر ما يبين عادل الأشخاص اللي عندهم اللي ما يعرفون الحركة لكن ممتاز الصوته ما توقع تاني من كده أنا كنت مخطط لنجاثني حلو السبيكر لكن بحط الهومبود تحت جميع الشاشة وستخدم الهومبود على طول لكن تفاجأت بصوتها فالهومبود تخليك على جنب هي موجودة هنا تحت مثل مع السبيكر الجهاز ممتاز أو التيفيه ممتاز جداً اكتر المنوطة احنا موجودة في السوق او الشاشات ما فيها سبيكر لكن هذه ممتازة برضو في فرغات شوي خفيفة تخليك تتوهك تاخد 21 انش و 27 انش راح اقول لكم حين الاشياء اللي تعجبني في الـ 27 انش و الاشياء اللي تعجبني في الـ 21 انش كبداية 5K 27 انش افضل 4K ممتازة لكن منذ ما يريد 5K و برضو منذ ما يريد ان الحركة الحلوة اللي موجودة ليش فيديه مصنوعة لحق قبل خصيصاً لنا بمدخل واحد بالثيندربورد الموجود من ورا تشيله هذا وتركبه في اللابتوب عندك و خلاص بس هذا الكيبل الوحيد اللي يشقل اللابتوب حقي يسوي مرر سكرين حق الشاشة الموجودة عندي شاشة اللابتوب حقي و بدون ما حط اللابتوب في باور في الكهرب فهو من نفس الشاشة تعطي كهرب للابتوب وتنقل الشاشة فيه فعلى 27 انش راح ينقلك و راح يعطي باور لحق اللابتوب حقك 94 واط لتعب نفسك تحصل شاشة تعطيك 94 حق الجهاز خارجي عندك إلا هذه الشاشة أو XDR هذي 27 انش حلو فيها تعطي الجهاز 94 واط عند اللابتوب حقي 60 انش 96 واط أما 21 انش الشاشة الصغيرة راح تعطيك 84 واط ما راح يسوي باور او ما راح يحل لابتوب لكن اللابتوب حقي 96 فاذا كنت اشتغل عليه خراج قوي وجلس على فترة ان خراج قوي راح تشوف البطارية تنزل خفا حبة حبة لكن احين مع الـ 94 واط في اعتبر ممتاز ما تنزل البطارية نحن لحق المواصفات الثانيين فيها Thunderbolt 3 هذه واحد و USB-C 3 ثانية الصغيرة فيها 2 Thunderbolt 3 بعض اشخاص يقول لكم ما راح تحط انتصر سكنين ثانية لكن اقول لكم الأشياء الثانية الحلوة بالـ USB-C اللواره موجود تقدر تركب اي شيء يعني مثلا تريد ايفون حقيقك على اللابتوب وتفرمتها وتسوي شيء وتركب SD وتركب اي شيء ما راح تركبهم بالدنجل أو بالخيارات الموجودة في اللابتوب من الشاشة تركب من وراء الـ USB-C تركب دانجل عندك مثل ما هو موجود عند ديانا مثل هذه الدانجل تقدر تركب من وراء في الشاشات وتضع USB تضع أي شيء تضع فلاش تركب الجوال حقك من وراء يتعرف على اللابتوب كأن المداخل اللابتوب حتى الـ Ethernet إذا لديك Ethernet أو كابل تركب من وراء من هذا المدخل ويعطيها كأنك مركبة في الكمبيوتر يتعرف على اللابتوب نفس فهذا خيار من خيارات السبع وشرين فيها كاميرا مثل ما نرى فوق هنا وهذا الشكل القبيح اللي مسويني من فوق إن المسافة كبيرة شوي أما الـ 21 إنش اللي ما فيها كاميرا والمسافة البصل متساوي من جميع النواحي فنسبة تناسبة كيف كالتابي كسعر السبع وشرين إنش راح تكون قيمتها بـ 1300 دولار موجودة في موقع أبل وفي أمازون أيضا موجودة الـ 21 إنش راح يكون سعرها بـ 700 دولار موجودة في موقع أبل وفي أمازون موجودة فهذه الأسعار حق الشاشات هذه الأشياء اللي تتوفر فيها الشاشات راح نقول لكم حين نسبكس والحق الأشياء الثانية للأشخاص اللي يقولون إن هذه الشاشة مهما قلت بكم مصنوعة خصيصا لحق الماك فأبل أتوقع إنها بسوي كنترول ومتحكمة في أول جيغات لا تتعطين كده 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 وتعطيننا كده الخيارات فهذه الشاشة أتوقع من الشاشات القلاء اللي موجودة في السوق إنما فيها باور خارجي فالشاشة لا يوجد أي شيء تركب الشاشة وتركبها في الباور الكابل الوحيد هذا كابل وائر الباور سوبلاي موجود في نفس الشاشة من داخل فما فيه باور سوبلاي أو محول خارجي كده موجود مع الكابل الموجودة عندك مثل الشاشات الثانية الموجودة توقع لأشخاص اللي يعرفون اكسبوكس كانون زمان يذكرون الحركة أو لابتوبات حقينكم باور سوبلاي يكون خارجي حتى لابتوبات أبل مع الشاشة يجيك محلطة مركبات ويجيك قطعة خارجية تركبها في الجدار تركبها في الجدار طبعا الهي محلطة مجانا ويجي معها كابل ثاندر بولت 3 هذا المركبان على لابتوب على طول ويجي معها كابل ثاني لأيو سبي سي تركب الـ Ipad وتركب أي جهاز ثاني لأيو سبي سي لماذا أقولكم أن تخصيصاً لحق الماك لأن الشاشة لا يوجد ولا زر لا تستطيع تقوم لها أعدادات لا تقوم بترفع الشاشة لـ Brightness لا تقوم بتلعب في الـ Colors أو في الإضاءة أو في الألوان فالشاشة لا تقوم بتتحكم فيها الأشياء كلها إلا بالماك حقك تفتح الماك حقك وتلعب في شاشة الماك حقك ترفع الإضاءة و ترتفع هنا فالشاشة مصنوعة لحق الماك في الـ Windows لا تقوم بتتحكم فيها في الأشياء كلها فتقوم بتركبها الـ Windows؟ أوكي، تقدر لكن الخيارات التي لقتك إياها لا تستطيع تقوم بتفعلها إلا على الماك لا نصيح لكي تشتريه لحق وندوز فيه شاشات أفضل بكثير منها برضو وتشتغل على الماك برضو ولكن أفضل على الوندوز برضو خصوصاً ما أعجبتني أنه لا يوجد بسكرين أو ليس بسكرين على الشاشة يعني أنك تشقل جهازين في نفس الوقت يعني LG و LG معروفة في المونتر لأنك تستطيع تركب جهازين في نفس الوقت وتشقلها مثلاً تستطيع حط الماك مني وأستطيع حط نتدو سويتش أو أي بلاي ستيشن وافصل الشاشة لا تشتغل على هذه الحركة معانها غالية لكن هذه الشاشة أبل كيف فقط لها لتسوينا فالبرايتنس ما تكلمت لكم عنها البرايتنس يوصل حق 500 حلو ممتاز خصوصاً في البيت يعني وبرضو اليو اس بي سي الخارجي يوصل حق 5 جيجا بايتس فأوكي وصلنا حق 10 وصلنا أكثر لكن ول قطيعة يعني طبعاً الشاشة 21 إنش فيها أكثر من 8 مليون بكسل شاشة هذي عندي فيها أكثر من 14.7 مليون بكسل شاشة رهيبة ومتازة طبعاً الرفرش ريكت حقها 60 ما بل حق العاب مصنوعة أكثر من مها مصنوعة لحق أخراج و الأشغال القوية يعني ليه مش لحق الترفيه كثير لكن تشتغل ممتازة مع لحق العاب 60 مشيك يعني بس لصير غيمر لا تشتري الشاشة هذي أصلاً غيمر ما رح تشتري بماك يعني من البداية لكن ما نصحك فيها لكن غيمر لكن لحق إخراج لحق تعديل صور لحق أشخاص يبون أعلي شيء على المواصفات في الشاشة هذي بس ما يبوني يوصلون حق ال XDR متابر الـ 4000 و الـ 5000 دولار بـ 1300 و خلاص خليها على جنب يعني فالروابط الشاشة نفسه رح أحط لكم تحت تقلون تفتحونه وتقلون المواصفات الحق الـ 21 و 27 كلها بتكلم لكم عن تنهاية أو كيف التصنيع حلوة من تحت هنا حديد عجبتني ممتازة بس هذا القاعدة أي شي فوق كله بلاستيك ليش مادري الشاشة التي قد ترفعها تقدمها قدام ويسار التي قد ترفعها فوق وتنزلها شوي ما فيها حركة قوية يمين ويسار لكن فوق وتحت شوي أفضل هذه الأشياء كلها اللي في الشاشة أو ميزة شاشة بقول لكم الشيء الثاني اللي عجبني كثير الطاولة هذه تعبت وني حصلتها في أنواع كثيرة نفس الطاولة أنك ترفعها وتنزلها وتسوي الأشياء كلها فامازون في أنواع لكن على الـ quality اللي أبي ما حصلت له هذه ما حصلت في كل مكان إلا في كاسكو أتوقع صلدة وتحين لكن بحط لكم صورة لحق الشاشة وتقوموا بحثون عنها بعدين أنا ليش اخترت هذه؟ كبداية هذه الحركة لا تسألوني ليش بس عجبتني بقوة مرة مرة يعني طبعا فيها ثلاث خيارات تقدر ترفعها في الوسط تقدر توقفها تقدر تنزلها شوي تقدر تسوي لها تثبيت على الحركات هذه الحركات عشان إذا كان عندك بنت نفس بنتي أردت تجي تلعب في ذيلي فيه زر في الجم تضغط عليه خلاص حيما تقوم بتحركها ونعم الزر برضو فيه مداخل ثلاث يوس بيت تقدر تحط كابل تشحنه بجهازك حركة حلوة الطاولة نفسها قزاز لكن قزاز قوي قزاز قوي مرة يعني بنتي ما بقي شيء مساوت ممتاز فيه درج هنا الطاولة كلها لمنيوم أو حديد يمكن لا حديد والبيم تحت قوي مرة بس فهذا الشيء اللي ودي أقول لكم إياه من الشاشة هذي وهذا ستاب حقي الجديد طبعا بعض الأشخاص يقول لك أوه ليش اخترت التركبات ليش ما اخترت لك ماوس عارف أن الموس رح تكون أفضل سوري هذا حركة متوقع الأشخاص كثير عارفونها أن الجهاز حقيق عليه رقم سري لكن عندك ساعة تفل يفتح تلقائي بس نرجع حق موضوعنا ليش اخترت هذي ما اخترت الموس أول حاجة الموس ممتازة رح تكون أفضل أنا بودي موس حس الانتاجية رح تكون أفضل لكن الجسر ديلي الحركات دي كيف يعني أوكي موس أبل الصغيرة فيها بسبعين لكن الأشياء الباقي دي كيف 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 استخدمها مستحيل أوصل لها يعني أنا مدمن الحركات دي يعني التنقل بين الصفحات وفتح الصفحات دي ما أقدر أتخلى عنها يعني فمادري كيف أجيب الموس ودخل فيها تركبات وصيبه بنفس الوعات ما تيجي بعض الموس فيهم خيارين تقدر تتحركهم لكن نفس هذي ما فيه فمعلق على هذي وبرضو بعض الأشخاص راح يجون يقولون لي لأن كل التساؤلات دي اللي قالوهم الأخي علي ليش شاري كيبورد أبل ليش شاري هذا ما في الأشياء دي أنا شاري هذا لأني أنا متوهج هنا أنا في أمريكا للأسف 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 ما فيه شركة محترمة أسبوع التكلمة دي تقدر توفر لك لغة عربية غير أبر يعني علي قال أخوي أشترك أي كيبورد وحط على أي استيكر ليش؟ ده من موجود عندي وأقدر أشتري كيبورد ممتاز ومن الشركة الأم وفيه عرابي إلى الآن ما فيه شركة في أمريكا عندنا هنا فتحت ميكروسوفت فتحت جميع شركات العالم حتى أمازون أبي كيبورد بلت إن علي لغة عربية ومن نفس الشركة ما فيه للأسف للأبل فهذا اللي خلاني شري الكيبورد فهذا الأغراض كلها طبعا عندي ويرلس شارجر هنا موجود وهو من Logitech وبرضو تبيعة أبل مصنوح قصير طبعا غالي تقريبا شريت قبل السنة بخمسة وستين دولار تقريبا تقدر تفهم موقع أبل تحصله كل واحد من ثلاثة أو أربعة أنواع أبل تبيعها في ستور حقه وشريت برضو سماعة الحق الإخراج والحق من شركة دروب تقريبا راح تشوون الشاشة عندكم حين وجودة هنا من أمازون شريهة هي مفتوحة من الخلف فلا لبستها متعرق إذنك لأنها مفتوحة من الخلف وما يكسير كثمة ولا شيء تسمع النقاوة الصوت اللي بتسمع الأخراج ولا بتسمع شيء فمتازة هذي اعتبر بحث يعني أرخص نوع من أنواع السماعات المفتوحة من الخلف ففي أنواع ثاني بربعمل بخمسمائة بستمائة بسببعمل بسببعمل تسمائية بألف دولار لكن ما فيه نفس هلقين نقيم الخيصة ومشي معي ومتازة بس تقريبا هذا الستوب كامل هو ذا كل شيء فشل عجبكم الفيديو عني أول مرة سويدي الحركة ففي نهاية الفيديو لا تنسوا من الاشتراك بالغناة واشتراك في حسابي بسلامتشات تشارف بضبطكم ونشر الميك دعوة ماليك الميك دعوة هلقاتكم تحت تهمني ولا تنسوا عني وضعاكم السلام عليكم اشتركوا في القناة